السلام عليكم في سؤال بيقول ايه الشركات اللي شغالة بهم في مصر وازاي اخد شهادة بحيث ان انا اقدر ادخل للشركات دي الشركات اللي شغالة في مصر كتير جدا في عندك اس جي ايها في الديارة السعودية در الهندسة درو فايس خطيبو عالمي در الرياض سعودي كونسب في عندك كيمة في بي المرسم الدولية اس جي يعني ما شاء الله في مكاتب كتير جدا في عندك برضو ايه اوراسكوم شغالة برضو وفي المقولين العرب محرم بخوم اه مراسم اه مكاتب كتير اشغالة ويمكن انا ما اندرش اقول ان كلهم دي دي بعض الشركات وفي الشركات تانية اسف اذا كنت انسيت اي شركة فيو اه الاشهادات انا شخصيا كبين منجر لما بيجي لحد بارم الشهادة على الجنب وقول له لأ طب تعالى ندردش كده يعني اخويا تعالى نتكلم في البين ما شوفها من مولاقة ولا هو مجرد بس عارف وخلاص اه الوصل لفين يعني مثلا لو كلم عن ريفت بيعرف اي ما تفاهم لي بيعرف الشغل مع فريق ممكن ما هيكون شغال ريفت بس اللي اداله الكورس اداله لحد بس ان هما شغل يفتح البرنامج والشغل عليه من غير ما يعرفه ازاي شغل كفريق ففقط قوت البيم على سبيل المسال مسلا ومهما كان اي حد مرحب بي يعني ممكن واحد يكون مسلا بش خبر خالص او بش معاش هذا خالص بس انا حاسبت من ان هو اه انسان محترم وهيقدر يطلع شغله كويس تمام انما لو كشفت في وسط الانترفيو ان هو كدب خلاص الانترفيو اي انا ما اقدر شغل حد كدب في السبيل يعني كان في واحد مهندس ميكانيكا وكاتب لي ان هو كويس في التسليح تسليح انشائي ايه عم فبس اقلوا بيقول لما انا اواخد السبيل من حد ومن عن نت وضرب السبيل يعني تمام مباشرة جديد فما ينفعش يعني المهم من ان انت تعمل عليك وتبذي كل جهدك وتحسن الحاجة اللي انت عارفها يعني بخاطرة البرامج بش ان انت عارف ميت برنامج ممكن تكون واحد عارف برنامج واحد او اتنين بس متكنهم زي ما الامام علي ابن ابي طالب بيقول كيمة كل امره ما يحسن فانت احسن عملك عشان ده كيمتك لما تجي تجيب لي السبيل مسلا وانت لسه متخرج بس اسنان ما انت بتدرس كنت عمل مسلا تاخد بس انشهادة في الليد او رحت ضربت في شركة او رحت انزلت ممكن يكون ما خدتش ولا شهادة في التدريب يعني ضربت في شركة وما فيش ولا شهادة لاي سبب يعني ما تدوك شهادات بس خبرتها كويسي خلاص بش بحتاجي شهادة يا فرحتي ان انا جيب واحد خريج واخد دكتوراه من جامعة في امريكا وبريطانيا وبيفيدني في شغلي بش يعملوا شغلي ايه اللازمة انا شخصيا كده الشهادات اللي يعني احنا متكلم عن السوق اللي موجود في الخليج او موجود في مصر هو بيبص ان الرجل ممكن يكونش عارف ايه هو البيم او الريفيد او بش عارف يمت اختبرك زي مسلا لم حد يطلب مني اختبر حد مسلا في جي ساس او في حاجة بش متكنها فبقول له تبوريني شهادة بتاحتك تمام فهي نفس الفكرة هو لو هو بش متكن للبيم هيقول لك بوريني شهادة بتاحتك في الريفيد انت اخد شهادة ايه وخلاص تمام وشهادات يعني في الفترة فاتت دي كانت مضروبة فانا ما اعتمدش عليها على عيني والراسي بس تعال اشتغل افتح الكمبيوتر ورسم لي مسلا حاجة معينة مسلا انت بتقول ان انت كويس في الفوانديش انت برسم لي ووريني طب كاتب كويس في الفاميلي طب ووريني انت بتاعلم اشتغل احنا لتنين مع بعض لنعمل كوليبريشن مع بعض فانت المهم اشتغل عن نفسك طور نفسك حول كل يوم تتعلم حاجة جديدة تسمع كورس جديد تطبق وكده وربنا يوفاك ان شاء الله